2584 شخص أنهوا حياتهم عن عمد في مصر عام 2021 ودي الأرقام المبلغ عنها فقط إحدى الجامعات الحكومية المصرية لقيوا أن طلاب الطغ في السنة الأولى 64% منهم بيعانوا من الاجتاء 78.4% منهم بيعانوا من الأداث أما 58% منهم بيعانوا من الاجتاء أعرض طالبة ستريد طنز شديدة الفخاوض منقوبة جبداً في الرسم والكتابة ومن كلامها أن الرسم والكتابة أنقذوها بوقت كانت بتمر سيء بمشاعب مش لطيفة فجأة الصيف النفات فقدت 15 كيلو من وزنها فجأة مش عايزة تنزل الجامعة مش حابة ترجع ترسم تاني مش حابة تكتب تاني أهلها قلقانين جداً كشفات أشاعات في بصاة تحنين وي مبيش سبب عضوي خالص بيقول هو ده حاصل لي البنت كانت من الوعي بكفاية أن هي تعرف أن اللي هي حاسة بيه ممكن يكون علامة أن هي بتمر بألم نفسي أو مشكلة نفسية أهلها قلقانين جداً وبعدها راحة للمسطس في العناجة الأبسة وسط الإحصائيات اللي بنسمع عنها دي كلها نعرف إزاي لو بحضر قراريب من لنا أو عزيز علينا بأمر إن ألم نفسي أو مشكلة نفسية لما الحاجات اللي بيشبوا يعولوها وكانوا متعودين عليها ما بيفوتوهاش خالص بطلوا يعولوها فجأة كلنا عندنا صاحب ما بيفوتش ماتش بلاي ستيشن ما بيفوتش ماتش كورة لو ده تغير فجأة ممكن دي تبقى علامة لو البوستات على الفيسبوك أو السوشيال إديا بدأت بقى حزينة أو طلخبطة أحياناً ممكن نكتمل دي سباط زي واسباط وذاعة وإحنا بناخدش بالنا منها قوي بدأت بالنا بس بعد فوات الأول لما عادات الأكل والنون بتاعتهم وتتغير لما يعطلوا في الدراسة في الشغل عن غير عاداتهم لما يحسوا بحزن ويبطلوا يتكلموا لما حد قريب مننا بيبقى بيعاني من أزمة نفسية أو ألم نفسي إحنا فعلاً بنبقى عايزين نساعد بس ساعات بيطلع مننا بحزن نية والغير ملقصة بردود أفعال ممكن ما يكونش أحسن حاجة وأحياناً نتيجتها بتبقى عكسية أو سنبية يعني نمكن تلاقينا بنقول بحزن نية يا ابني العياض ده للسبتين البطل بقى خليك كروجن كده إجمن صلي رجعتين وهتبقى كويس عارف كلون الجذب كلون الجذب لما تفكر إيجابي فتحس إيجابي فتتصرف إيجابي عارف كلون الجذب ده فعلوا حياتك هتتغير قوم كده وتنزل لعب معنا إنزل كل ده هيتغير طب ليه رغم إن إحنا بحزن نية بنبقى فعلاً عايزين يساعد الأشخاص دي بس وجود أفعالنا ما بيكونش هي الحنز لأنهما بيقوا فعلاً حفرة وأزمة ومشكلة نفسية ولما بيعمل اللصايح إن بتعملها وبتطلبها منه وبيحاول إن يعملها وبيجدش فايدة بيحس بالزمن أو بالعبس أو بيحسوا قليل أو أنا مؤثر في إيه تفزن بيزين مشكلة تتفاقهم أكتر وأكتر وأكتر بس أنا كان في نية يا سعد للأسف ده ما حصلش عملك فكرت لو مريض عنده سكر ونسبة السكر في الدم عالية محتاجي يزبط جرعة الإنسولين وأكل وكبه عملك ففكرت إن لو حد أنه قول صندي ركعتين الدنيا تبقى أحسن عندي طلبة في الجامعة من ثلاث أسابيع كانوا امتحانات الميت ترو ليهم صديق في الدفعة جنده توفى وجنده ده هو اللي مربي الولد بعد الوفاء مش عايز تتكلم نهائيا كل اللي بيعملوا النواب يتواصل بالكتابة أو بيشاور عياض مستمر مش عايز ينزل الجامعة وأهلوا قلقنين طبعاً على الامتحانات زي طبيعة كل الأهاني الولاد كنموني وقانوني إحنا عايزين يروح لحد وتخص نعمل إيه؟ وفعلاً راحوا معي وأقنعوا أهل إن هم يوندوا لحد وتخصص تفتكروا نيه الولاد دول كان رد في علوم كده؟ ليه تصرفوا كده؟ ليه رد في علوم ما كانش زي المعتاب ده؟ الولاد دي عنده حاجة تبديه الولاد دي بطارياتها مشحونة واللي بطارياته مشحونة فعلاً بيعرفين دي الولاد دي واخده منها من نفسها عمرك فكرت كده لما بطاريات عربية تكونت مسافر طبوز أو تناني هو بيقومها غير عن بطاريات عربية مشحونة أوما الولاد دول كانوا كده برد واخدين بانهم من نفسوره ومبطارياته مشحونة وتطيقه إيه ده؟ يعني هو أصلاً في اليوم بتاعنا اللي بنصح فيه ساعة سبعة لربع الصبح وبنجري عشان نلحق أول محضرة وحضرة على أول سيكشن ومن أول سيكشن ما أصلاً ما أكلتش أي حاجة فلازم أجري عشان نلحق بعد كده أخلص اليوم بتاعي على الساعة خمسة من الساعة خمسة جاري على الجم عشان أعمل فوربة بقى وبادي بيندينج عشان أقول لن الولاد والشباب في سني فوزاع وغمان وبعدين خلصت روحت الساعة تمانية ما لازم أخد كورس أولاين عشان السيدي ما ينفعش السيدي بقى فوضي كده وقعدين دا أنا عندي زمايلي طلبة في الدفعة بينشروا أبحاث وأمها طلبة لسه أنت مش عايزين أبقى زيهم ولا إيه هعمل كل دا وخلي بالي من نفسي في كل دا ولا ما شاء الله إحنا بقى في نهاية السنة وديسمبر انتو عارفين تقفيلة السنة والبوست تسلع السوشيال ميديا كلمونا عن إنجازاتك في عام عشرين اثنين وعشرين قريت كم كتاب أنا قفلت تلتوية كتاب انت قفلت؟ لأ كاسلان وما لاكش عزر مش عارس مش لاقي وقت تقرأ فيه أوديو بوكس ينفع تقرأها وانت بتميشي وانت بتطلب نفسي يتساعي أكثر عندكش عزر يجي الصيف بقى والسوشيال ميديا وإنستجرام يولع بالصيف إنه هو أصل ثمان شهور في الاصر والناس ما بيجيش من الساحل في الثمان شهور دول إنت يعينش أجيال من ثمانية لثمانية هما في الساحل أنا معرفش بيجوا إمتى وبشتغلوا إمتى وبعدين هما طول وقت بياخدوا تاني إحنا برضو بناخد تاني بس التان بتاعنا وإحنا بننقل من شغلنا نقول لشغلنا التانية يعني رايح في السكة فالشمس إنتوا عارفين بتعمل فينا إني يعني عفت بالي من نفسي في كل ده سوفرمان بقى الفوزيع عفت بالي من نفسي إنتا إن شاء الله يعني إيه أصل عفت بالي من نفسي أنا معرفش عفت بالي من نفسي اللي والله بتقولها لي وأنا نازل الصف حبيبي قب بالك من نفسي بخد جاكت الجو برد أخلي باني من نفسي أو رايحة إن نعمل حاجات مؤينة في يومي بشكل مختلف الحاجات دي على سكرة جديدة ده اللي بعملني من أول ما بسحى لغاية ما لاي بعملها بشكل مختلف عشان تحسسني بالتجديد بالنشاط عشان ده طريتي بتفضل مشفونة وما بحسش إن أنا وقعت إيه الحاجات دي؟ هقولكو عليها بس في شرط لأي حاجة بعملها في يومي عشان الحاجة إن بعملها بحسسني بالوشاط وبالتجديد؟ إن أعملها بحضور وبوعي ورده كلام بقى بتعلم النفسي وبخصص ده يعني إيه حضور ووعي؟ عندكو سمعتو عن هيران دناو أو هنا ودلوقتي؟ ده الحضور إن أبقى بعمل أي حاجة ولمركز في اللحظة اللي أنا فيها هنا ودلوقتي بس مش الآن على الوصلات اللي لسه هروح بعد ساعتين في شغل رماغي ولا الحاجات اللي حصلت قديمة يمكن حتى من ساعة فاتت بس ده كلام برضو صعب أعملها إزاي إيه ران دناو وهنا ودلوقتي وبقى حاضره لووره الكلام ده ببساطة جديدة فعل حواستك الخمسة في أي حاجة بتعملي إحنا كلنا بنصح السطح عشان لفط فنجان الأقوى بتاعنا بديبقى الفنجان في إيد وبرطة ركوتش بإيد وبجري مش عارفين المنظر ده ده اللي إحنا بنعمله طبيعي في اليوم بتاعنا كل حاجة بنعملها ولمش حاسس بها وشي واستطعمها فعادي لو عملت أي حاجة في روتين يومك بحضور في هيران دناو حققت أول شرط تاني شرط إنك تبقى وإنت بفعل حرسك الخمسة تبقى واعي واعي من إيه واعي المشاعر واعي تصعب وفطش واعي الأفكار كده قول لنشاطي الأنشطة اللي هأرهلكوا دلوقتي لو عملناها حقيقي هتبقى مختلص الصيف ده كنتم سافرة في رحلة هايكينج لسانت كاتري واللي طلع هايكينج عارس إن هي تضروبة شوية شديدة بزات الصيف قاسية فكنا بنهايك مثلا تسعة ساعات جوهر جدا حاشين بقى بزوء فرج لينا مش قادرين أطلن وعملين نقول للدنين البدوي فاضل قد إيه وإحنا معنا واحد مختلف جدا فقالنا إيه بيقول لنا شايفين الصخرة اللي هناك دي شكلة أعمل إزاي بتكوين الصخري بتاعها لو ركزت ركزت شكلها تحسي كإنها نمر وبعدين ينادي علينا وإحنا في عز التعب ويقولي تعالي بصي شنني ريحة الزعتر البري ولا الحبأ الراجل ده كان ماشي في الهايكينج فعلا مش برجنيه بحواسته الخمسة موجوب بحواسته الخمسة الراجل ده كان حاضر في اللحظة اللي بعمل تعالوا نتكلم على الأنشطة اللي لو عملناها يبقى براعي نفسي فيها أو براعي زيتي أو النور من الأنشطة دي هي أنشطة خاصة بمشاعرنا نعمل الإيد عشان نراعي نفسنا على وستوى المشاعر أني يبقى عندي دائرة من ناس بحبها وتبقى موجودة معاية في أوقات الفرح والحزن أعرف أعبر عن مشاعري معاية دي أنا براعي نفسي وبراري مشاعري فيها بس أحيانا ما ببقىش حايز أتكلم حتى لو دائرة دي موجودة سعب بقى مش عايز مش قادر وأنا عارف إن حوالي ناس بحبهم وواصفنا الحبهم بجند أعمل إيه في الوقت ده ينفع تعبر عن مشاعرك حتى لو مش قادر ينفع تكتب ندون مشاعرنا أو تسجيلها الصوت دي من الطرق فعلاً اللي بتخليك تعبر عن مشاعرك ومهماً كنت حاسس بحمل بس مش قادر تعبر عبر لنفسه لغاية ما تبقى حاسس إنك قادر تكلم حد برضو موقع القراعي مشاعري بحاجة تانية إني أعرف أقول لأ طبعاً إحنا متربين إن لأ ما ينفعش عيد تعالي على نفسك بقى أول حاجات لغبطونا بين إن إحنا نساعد ما يبقى عندنا إيطار وبإن أنا أجي على نفسي أنا كده بيجي على نفسي عندك فكرت إن الطلب إن الطلب منك ده مش مناسب ليك لطيمك لمبادئك لاحتياجاتك أنت مش قادر تعمله هو ضغط عليك أصلاً محتاجين يتعلم عشان نرعي نفسنا على مستوى مشاعرنا إنه قول لأ بس من غير عدوانية عشان ساعته إحنا إحنا إيسا بنتعلم ويقول لأ بنعملها بعدوانية جديدة من غير إحساس بالزم تاني نوع من الأنشطة في رعاية الزك بعد الأنشطة الخاصة بالمشاعر أنشطة روحانية أين كانت ديانة أي حد فينا الشعائر الدينية لما بنعملها بوعي وحضور وتركيز والأحاضر ومستشهر كل حاجة بعملها أنا كده ضراري نفسي على مستوى المشاعر كمان علاقتي بالطبيعة حد فيك وفاكر أخي اللورة سافر مثلا للبحر وشم ريحة اليود وهو داخل المدينة لسه كده أو وهو واقف على تشط ورجنيه وصوابع رجنيه دايسة في الرملة النعمة السخنة فبتحسوا ده ولا أنا موجودة وخلاص تحسبت عليها سفرية وخلاص آخر نوع من الأنشطة أنشطة عقلية إن أدي لنفسي فرصة إن أتعلم وتعلم حاجة جديدة مهما انكبرت ينفع يبقى عندك 40-45 سنة وفيه حاجات نفسك تعملها نفسك تركب عجل نفسك تتعلم سباحة بس الناس حولك هيقولولك بعد ما شاب ودك وتاب أدي لنفسك الفرصة لنك تتعلم وعملها وإنت مثلنا إنك تستاهل دا وتستحق دا كده أنت رأي نفسك على المستوى العقلي كمان إنك تفهم نفسك ومشاعرك وأفكارك وتصرفاتك أمركم مثلا في موقف من المواقف إن فعلته بعدين قلتوا إيه دا الموقف ما كانش يستاهل رد الفعل دا وأنا عملت كده ليه؟ وأنا انفعلت كده ليه؟ عمرك فكرت إن ممكن تكون ومساعد عشان حاجة مالهاش علاقة بلنائتي في أسنم؟ إن اللطف ممكن يكون لكش جواك حاجة قديمة أنت مش بكرها مش عارفها بس أنا عشان متلعوب وبجري ومش واخد وقت إن أنا أفهم نفسي ممكن أكون الشخص اللي انفعلت عليك ما نوز زنب يعيني خلص تفكرني بحاجة قديمة أو فتح بوايا حتة أنا مش وعي ليه؟ دا إن أنا أراعي نفسي على المستوى العقلي طيب إنتي عايزة تقوليني إن أنا هعمل كل الحاجات دي والأنشطة دي الأنشطة دي فردية وان شخص لشخص ومش محتاج تعمل حاجة جديدة إنتي أصلا في يومك بتشرب قهوتك بتصلي إيه العادي بتاعك؟ اعملوا بوايا تدور الستات بقى عارفينوا إن فيه حاجات كده يعيني أول ما يسمعوا كلمة راعي نفسك خلي بالك من نفسك نية طاعم تلاقي عيني عندهم بقى تقولك آه هربحش تري بالليل بقى الانتينول والصب هخط الهاليرونيك أسل وفايتامين سي ولازم يبقى التركيز من 10% إلى 15% أو لا بنسمع كده وأنا براعي نفسي وباخد باني من نفسي وعند وقت بتاعي أخلي باني إن فيه ناس في غيرتي من حق أبني يعرفه أنا بعمل ده ليه؟ لو عندي ابني أقوله أنا بعمل ده أنا بحب الوقت ده ده وقت الوسلسل بتاعي بعد ما بخلص واجباتي وحقتي لإن أحياناً الناس ده تتلخضط بين الواجب والحق فيبقى فيه لخبطة فتلاقيه الدنيا تدرب تقلب وورايا بكمية مهام بفوزيع بس أنا إتسميه طاعم ما بتنشيش كده خلص لو براعي نفسي بجد ببقى عالف إن ده من حقي وفي نفس الوقت واخد باني من واجباتي ومن ناس اللي في دائريتي هنعمل تمرين بسيط ده الوقت هطلق مينك كلك تغمضوا عليك تفضلوا مغمضين هسألكوا شوية أسئلة وانتوا مغمضين لو الإجابة المنطبقة عليكم ترفعوا صباح أكتر من إجابة المنطبقة علينا صبعين وإحنا مغمضين عينينا عادي جداً مكمنين يلا بنا مغمضين عينينا في ناسة مفتاحة شايفاهم عمرك حسيت إن مش من حقك تريح عشان لو ريحت هتقعم السباق وهتمقوزنب وبقصر عمرك حسيت مهما نجحت وعملت إنجازات لو بتقارن بغيرك عمرك الناس قالوا لك أنت إزاي ناجح وهو بقى كده وانت من جواك تقول وانا حسس أي حاجة إنه بيقولوا ده بتكلموا عن حد تاني ده مش أنا عمرك حسيت إنك شاي الهم جبير عن صدرك مش لاقي حند تقولوا لك عمرك حسيت إن انت وانت عمال تشتغل وتنجز وتحقق أنا ترس في الساقية هنفضر رفعين إيدنا ونفتح عينينا ونبص حوالينا بالضبط تقريبا كلنا مرينا بالمشاعم دي مفيش حد فينا معاش ده وعشان إحنا مش لوحدنا وعشان حياتنا تكون لنا بلا استثناء غالية وعشان بجمد فيه طول وقت حد عايز يساعدنا إحنا بس اللي محتاجينه نتكلم عشان حياكوا غالية علينا شكرا